اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعايز افرشها وعايز افضل الوسائل اللي بيها قدر اقدم ده علشان تبقى حاجة عظيمة من خلال مساحة معينة من خلال مساحة معينة تبقى ازاي؟ أول شيء، هذا التشطيب عبارة عن ثلاث مراحل قبل أي مرحلة ما تبدأ، يجب أن يكون لدي تصور لكل شيء في المكان كويس يعني حتى لو لا يوجد تصور على برنامج من برنامج 3D نحن ممكن نكون عارفين بس أو حتى رسم كروكي نكون عارفين مثلا أنا هنا هتحط إيه؟ هنا إيه؟ الكورسي مكانه فين؟ الكنبة مكانها فين؟ أماكن الدواليب، الحاجات دي هتساعد بعد كده ما يحصلش مشاكل ما يجيش مثلا دوليب وراء فيشة كهرباء وكلام ده الحاجات دي لازم تكون يعني كل حاجة محددينها من قبل ما نبدأ حتى لو الشقة والفيلا لسه على الطوب ينفع عمل ده؟ لازم، لازم من قبل ما هي على الطوب لازم عمل كده لأن هي هتساعدني في كل مرحلة إن أنا أمشي مزبوط وما فيش مرحلة تأثر على مرحلة تانية حاجة وكأنك بتعملي دعوة دلوقتي لكل حد بيبليدي يعمل ده أني لازم نستعين بس بمهندس استشاري يعمل لي مثلا برنامج سويدي ماكس يفرش المكان قبل ما لو ما فيش إمكانيات إن إحنا نستعين بمهندس إحنا ممكن نرسم بس رسم كروكي بالإيد المكان أنا هحط كنبة هنا هحط كورسي هنا طبعا ممكن ده؟ طبعا ممكن بس أنا مش كل ناس مهندسين بقى يعرف يعملوا بيه؟ لا يعني إحنا بس كونة عارفة أنا هحط فرشي فين كويس كويس أول مش محتاجة أكتر من كده جميل أول كويس أول طيب النهاردة أنا بقى عايز أنا بقى ناصح بقى ومش أجيب لمقاول ولا هجيب بقى مهندس عبقاري زي حضرتك أولا بقى أنا عندي الشقة بتاعتك اللي مساحيتها مسهل مية وخمسين متين متر أو حتى مية متر يالله مش مش كده عايز أبتدي أولات المراحل أجيب السراميك الأول والنجر الأول والسباكة الأول الكهرباء ولا الصرف ولا إيه؟ هي التشتيب عموماً والتنفيذ أريد السامع على فكرة صوت اللي يبعا رجعت التشتيب والتنفيذ عموماً عبارة عن ثلاث مراحل أساسية كويس والمرحلة اللي هي مرحلة الأساسات المرحلة الأساسات دي اللي هي يعني الورى الحيطة اللي تحت الأرض اللي فوق السقف دي أول حاجة أنا هبدأ بيها اللي هي السباكة التأسيس الكهرباء كويس أول التأسيس التكيفات دي أهم حاجة هنبدأ بيها يعني دي المرحلة دي إحنا ممكن ندخل التلاتة مع بعض أو لو حد حابب حاجة بتسبق حاجة ونفيش مشكلة طيب لو أقول مثلا مرحلتين السباكة ولا كهرباء أيهما أولاً السباكة طيب ويجي كهرباء يقولك دلوقتي طيب السباكة ده مش محتاجه في العادة بتاعته كهرباء يعني عاس حد يوصله كهرباء ولو بتعمله ده في الأول إحنا بنعمل حاجة كروكي كده زي لمبة كده تنور وخلاص وفيش يشتغل بيها آه بالضبط يعني هما السباكة والكهرباء ما يتعرضوش من هما يدخلوا مع بعض يعني محاجه فيما يعطى لحد تمام طيب السباكة بقى دلوقتي أخطر أسيس التكيفات طبعاً طبعاً اللي هو العزل البتومين الساخن يعني العزل على السخر ده بيكون أفضل حاجة آمن وما فيش أي تسريف بيحصل ولا أي حاجة طيب العزل ممكن يبقى إزاي يعني مثلاً هل في الحمام مطبخ بس والروف لو كده ولا في شقة كلها لا طبعاً في أماكن المية يعني لو في مثلاً حتة فيها هيكون فيها مية حتى الجنان أوقات ممكن إحنا بنحتاج نعزل الروف بنعزله لو هواية زراع أو حاجات زي كده بنحتاج إن إحنا نعزلها الحمام كده المطبخ كده المطبخ لو فيه بلا يعناه وما فيهوش مش بنحتاج تمام طب سأزلك إحنا معنا تصدل الوقتي أستاذة ياسمين معنا عطرفونا يا جماعة أيها دكتور أيوة بول لحضرتك كان عندي مشكلة كبيرة أيوة أستاذ ياسمين انت كنت تكلمتيني قبل الهواء إن عندك مشكلة أنا بص هاقليني أشرحها للمشاهد في نص دقيقة أستاذة ياسمين يا جماعة عندها مشكلة باباها أمامتها ربنا دي هم الصحة كبار في السن وهم الحقيقة يعني كان بتشتغل طبعا قبل صور قبل الفيروس كورونا وظروف القصات على العالم كله وبعدين توقفت عن العمل وكانت بتجاهز نفسها وبجاهز أختها علشان تجاوز هي العائل الأول للقصة دوقتي مسؤولة عن أكل وشرب ومسؤوليات وجاهز نفسها وجاهز أختها دلوقتي جابت حاجات بالقصة علشان تجاهز نفسها تراكم عليها الأقصات والنبالة كتير جدا جدا فهي دلوقتي عاملة معنا مداخلة أهلا بك يا سمين تفضل ايه دكتور اهلا بحضر لك انا سمعك تفضل انا المشكلة اللي انا مكتوب عليها إصالات أمانة وعليها المبلغ كبير ووالدي عند سبعين سنة ما فيش داخل معيش أو داخل أي حيجة وانا كنت شغالة بس دلوقتي طبعا موضوع كورونا وبتدأ قابت فترة كبيرة أو في البيت ايوة واختي تزوجتي وطبعا ما فيش داخل برضو ان هم يبعتوا لأي حيجة لكن والدك مش شغال يا سمين والدك مش شغال وفيش مداخل يعني لا لا يا دكتور هم هم تمام انا اللي بصرف عليهم طبعا في ناس شاكتني ومكتوب عليها إصالات أمانة طيب يعني عامليني مشكلة كبيرة أولا عشان تخسر الموضوع مش هادة طول على حد الكتب لا مفيش مشكلة طيب انا عايز اسأل سؤال بس انت معاك ما يشبط هذا الكلام يعني معاك مثلا صلاح الدافع اه يا دكتور اه طبعا معايا الكاميرات ومعايا الإصالات الأمانة ومعايا أرقام الناس اللي هم رفعانا عامية تمام والناس اللي هم طب تمام كل دي الحاجة موجودة كويس قوي طب يا ياسمين بصي انت ساكنتين اه في اعتبر في البيضة طيب على اي حال ياسمين انا بشكرك طبعا وهكمل لنا طبعا مع المشاهدة شكرا ياسمين اه مشاهدين انا بقدم هذه رسالة ليكو كلكو بنتنا او اختنا ياسمين عندها مشكلة وزي ما عدناكو كل حلقة بنقدم حالة من حالات اللي محتاجة مساعدة لأن كلنا وطنة واحد واسرة واحدة مفروض نساعد بعضها قد على قبل مستاع هي اكتهت عشان تجاهز نفسها وجاهز من اختها وكده فده اشياء عظيم لكن كانت المشكلة اللي عليها مبلغ كبير جدا جدا عجزت عن سداده وهي في موقف حال جدا بادعوا الجميع بادعوا الجميع دلوقتي اللي شايفني لو حد عنده الرغبة والإمكانية انه هو ساعد اختنا او بنتنا ياسمين فجزال الله خير يتواصل مع البرنامج وأرقامنا على الشاشة أشكركم جميعا دكتورة آية باشمو ديسة آية أرجعلك تاني السباكة الأول واللكهربة زي ما قالت حقائك السباكة الأول وعموما هما الاتنين ما بيتعرضوش مع بعض ان هما يشتغلوا مع بعض كوي سير العزل بقى قلتي بقى نعمل العزل مطبخ وحمام وروف ولا الشقة كلها لأ مش الشقة كلها الحمام الحمام الأماكن اللي هيكون فيها مية على الأرض يعني الحمام المطبخ لو فيه بلاعة في المطبخ الروف لو فيه زراعة أو فيه هيكون فيه مية الجنينة برضو لو فيه مية برضو ومعنا حتى فيديوهات دلوقتي بيتأكد بقى كلام حقيقة المتعلق بقى نعمل إيه الأول ويمكن شغلة حقيقة اللي هيزة في الفيديو الوقتي بقى في إزاي بقى وليلي بقى إزاي توظبي بقى الشقة بقى وبعدين أنا عايز أنا مكملتش لحركة بقى المراحل آه أنا آسف فضل أنا مدفع مدفع العين هو بعد قلنا المراحل التأسيس أيوة اللي هو العزل والكهرارة والسلح ده ما تحت الأسطح بعدين مرحلة ما فوق الأسطح اللي هو الدهنات السيراميك السقف مش هنعمل دهنات إحنا هيكون في بيطانة في الأول أو حاجة تأسيس للدهنات للحوائط للحوائط يبقى دي المرحلة التانية إحنا هنعمل الأرضيات وأسقف وحوائط طيب قوليه لي بقى بسرعة ها السيراميك الأول ولا الأسقف يا جيبسنبورد أو مصيس أو كرانيش فيه ناس بتفضل إن هي تبدأ السيراميك الأول وفيه ناس بتفضل إن هي تبدأ الأسقف الأول برضو دي مش قزمة خالص بس بعد يعني بعد كده بنعمل البطانة شايف حاكي الفيديو اللي معنا دلوقتي إيه راك في الشور ده شورة عظيمة طيب يعني هل الحاجة بتبقى متصورة شكل المكان وهو لسه بقى على العظم هو لسه عطوب ومتنحرش ومتنحرش ومتنحش حاجة خالص طبعاً الصور دي بتساعدنا كتير إن إحنا نمشي على خطة مظبوطة ما يكونش فيه أخطاء نكون عارفين إحنا نعمل إيه هنا نعمل إيه هنا ذلك أهم من أهم الحاجات إن إحنا نخلص التصور ده قبل ما نبدأ في التنفيذ ما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها للمساحات الصغيرة بسرعة؟ يعني شائطي مثلا صغيرة سبين متر مثلا أو حاك كده ممكن أن نستقها إزاي؟ طبعاً نصيقها أولاً بازم نعرف إن المساحات الصغيرة دي مش عيب تماماً بالعكس دي أوقات بتكون ميزة لو عدد الأفراد قليل بتكون ميزة لهم فهي لحد شخص اللي شائطه صغيرة دي مش عيب خالص الحاجات بقى اللي إحنا ممكن نستخدمها عشان الدنيا تتحسن أني هي أوسع أولاً الألوان الفتحة لازم نستخدم الألوان الفتحة تدي روحة نفسية وكده الألوان يفضل إن الشقة كلها تكون لون واحد يعني تدي لون واحد يعني نفترض مثلاً أبيض؟ أبيض، بيج، أوف وايت، كريمي كل الحاجات دي بتدينا إحساس بالوسع وكده من الحاجات برضو اللي بتدي وسع المرايات استخدم المرايات في المكان بيدي التساع على البصر كده من الحاجات برضو اللي بتدينا التساع أن إحنا الإضاءة الإضاءة طبعاً الإضاءة إن هي تكون وهقولي حاجة برضو بخصوص الإضاءة إن إحنا بنتسائل فيها كتير الإضاءة إن هي تكون فيه ناس بتفضل البيضة ولا البيضة ولا الورم اللي هي الدافية يعني كل واحد طبعا وزوقه بس أنا بفضل اللي هي تكون وورم اللي هي الدافية لأن دي بتدي راحها نفسية في المكان وبتدي استرخاء ما تبقاش يعني الأبيض بيدي يحيق بالجدية يعني والمرايات زي ما قلت الحراك العفش يكون يعني يكون ملتصق بالحيطة ما يكونش مثلا إيه في مسافة المعشان مرارات الحركة تكون واسعة كمان العفش المتعدد للاستخدام يعني الأساس المتعدد للاستخدام زي مثلا الصفرة مثلا تكون فيها يعني الصفرة مثلا ممكن تتفرد تبقى ترابيسة كبيرة أو ترابيسة صغيرة البوف يكون تحت اللي هو بسمول سمارت في الناتشورس يعني بالضبط يعني الحاجات دي برضو بتدي تساعد أنا ممكن يوم ما استخدمها أفتاحها لكن وقت ما أنا مش هستخدمها تكون ملمومة ويكون عندي مساحة كويسة الحركة حلوة هي كمان خلينا أسألك سؤال بقى متعلق بالسيدات دلوقتي اللي بيشوفونا المطبخ بتاعي صغير هنعمل إيه؟ عام الله صغير وعايز برضو أبقى وقفا بتحرق فيه بسهولة ويلبي كل احتياجات اللي تبقى موجودة فيه المطبخ ده أهم حاجة بالنسبة لربط المنزل هو المطبخ لو كان مفتوح بيدي إحساس بالوسم بيدي إحساساً لستة فيه كمان جوه أيها كمان لو هو الأسطح تكون بتلمع يعني ما تكونش ما تكونش خشنة لأن أصلاً الأسطح الخشنة بتركم عليها دهون حاجة تقسطي بالأسطح الرخام مثلاً اللخام والخشب اللخام والخشب يكون فيه سنة لمعة يكون فيه لمعة عشان اللمعة دي بتدي إحساس برضو بالوسع طبعاً الألوان الفواتح برضو بتدي إحساس بالمطبخ كبير الوحدات الطولية اللي هي الطول الحيطة كلها زي دولاب مثلاً زي الدولاب دي بتدي إحساس بالديق شوية بتحددلي المطبخ أيوة فالوحدة ولكن بتبقى مفيدة في الاستخدام لو دولاب بنشيل حاجة كتير وكده مفيدة بس أنا بتكلم على مطبخ صغير يعني مطبخ صغير فأنا عم بقول لك الحاجات اللي هي تدي إحساس بالمساحة يعني أقل مسافة لازم تكون بين المطبخ من الضرفة دي للضرفة دي المسافة البيانية أه دي أقل حاجة لازم تكون متر عشرين عشان يبقى فيه شخصين يقدروا يقفهم يبقى الشخص واحد يقرى دخوله المطبخ آه بالضبط آه تمام فهي متر عشرين دي مساحة مريحة للأشخاص يعني جميل كويس الخامات بقى المستخدمة لو أنا النهاردة عايز أعمل مطبخ وبعدين باحترف الألوان أجيب بقى يا طارى بقى الخامات يعني أكلية لك بوليلاك بفيسي إذا كان مثلا أعملوا بقى دهنوا بقى أسطر ولا الحاجات بقى الكلاسيك تاع زمان ولا أعملوا دوكو الحاجات دي هو كل واحد ولي بيبقى لي زوق معين في شكل المطبخ بتاعه فدلوقتي أنا مثلا يعني مثلا أنا أنا أميل للحاجات اللي هي زي الـ HPL والـ PVC والبوليلاك والحاجات دي بتكون بيكون فيها لمعة وبتكون شكلها الشيك ومودرن قوي تمام تمام بس الحاجات دي نوع كويس قوي وليلي بقى سبتي إزاي أغير ديكور شقتي بأقل الإمكانيات أنا راجل بقى على قد حالي وعندي الشقة يا دوبة ضبطة بالعافش عايز بقى أعمل فهديكور يكون مبهج يحسسني بالسعادة والفرحة كده الشديدة الغامرة وأنا أقع في البيت وبقاش فيه أي إزعاج أعمل وأنت عبقرية في هذا المجال الموضوع ده تقدر أصلا ربة المنزل إن هي تعمله بأقل إمكانيات بسيطة جدا الحاجات اللي بتظهر الموضوع ده زي مثلا الدهنات فيه أوقات الدهنات بتعمل يعني إحنا مثلا لما نوحد لون حيطة معين يبقى لون مختلف عن الباقي دي حاجات ديتني ديكور طمام إن أنا مثلا أحط قرفه في خشب دي حاجات دي بأسعار رمزية كلها من ضمن حاجات بسيطة مثلا الوال بيبر برضو سعره وراء الحقد سعره مش غالي تماما وفي نفس الوقت هو سعره مناسب يعني وفي نفس الوقت هي تقدر تشوف فيديوهات على اليوتيوب مثلا تقدر تعمله بنفسها فكل الحاجات دي مش مكلفة تماما برضو الزرع بيدي شكل يعني الزرع ده بيدي روح وشكل المكان وبرضو لطبلهات الخشبية أو يعني أي أن كان النوع دي برضو بتدي شكل كل دي حاجات بسيطة نقدر نستخدمها ونجدد في البيت من غير من غير أي تكلفة يعني تكلفتها بسيطة جدا هرجع بقى سريعا كده للاسئلة سألناها في الأول كده سريعا عشان برضو المشاهدة يستفيد يعني احنا عدينا براحب بسرعة قولنا الأول نعمل السباكة الكهرباء الكهرباء تأسيس تاكيفات وإنجاز تاكيفات وبعد كان نعمل بقى نحضر الحطة للدهان إذا كان سكيت معجون بطمق أو كامب بالظبط ونبتدي نعمل بقى أيهما أما السراميكة أما السراميكة أما جابسن بورد ممكن في ناس بتفضل أن تبدأ سراميكة الأول بس يا خلاك نسينا حاجة مهمة أوي هم انتنسيتي النجارة النجارة الأبواب الشبابيكة ما هي دي آخر مرحلة إن احنا بنعمل بقى اللي هي الدهانات بقى الول بيبر والدهانات الأخيرة وبنركب بقى الأبواب والشبابيك تبه مش فيه حلق للباب؟ الحلوة بتبقى مثلا ممكن تتعامل قبل المحارة تتحط تتركب قبل المحارة بس معنى في حاجة اسمها حلق زفر كده بتعمل قوي ويجي الباب بعد الدهانه وتشطى بيركب عطول بالظبط بيركب على طول أه طبعا حلائم فيه للموتال دلوقتي برضه كويس بنزل الشبابيك كويس قوي شايفها نحكي الاستعانة بمهندس استشاري في التوضيب وتشطيب أو مهندس ذكر متميز زي أحد ديك مهمة قوي ولا أجيب بقى مقاول بقى هو ولا يخش يوضح كل حاجة ويتخارق معاه في الآخر وكده كده بياخد فلوس نصيحة إيه؟ إحنا أرى نصيحة يعني إن هو مش عشانا مهندسة بس هي نصيحة إن الواحد يستعين يعني كل حاجة لأهلها يعني صحيح إن هو المهندس بيكون فاهم بيكون مثلا مش بيكاروت يعني بيكون فاهم الحاجات هتتعامل إزاي والخطوات اللي إحنا شفنا يا ما مشاكل مقاولين يعني تمام تمام باش مهندسة آية محمد أبو السعود إنتي أسعتيني النهاردة قدمتي مجموعة قيمة من المعلومات اللي قفيتني أنا شخصياً وقفات المشاهد أكيد يعني طبعاً أنا هخلى حاجتي وعديني دلوقتي بقى في لقاءات تانية إن شاء الله عشان قد المشاهد مجموعة برضو من المعلومات المفيدة لو عاست وضع شايتك أو فيلاتك يا رب عندي فيلا إن شاء الله وإن شاء الله ويا رب كريمك ومشاكل جداً استجابتك لدعوتك شكراً جزيلاً مشاهدين طبعاً أنا أتقدم بخلص شكر وتأديل باش مهندسة آية أبو السعود في نهاية فقراتنا النهاردة النهاردة في الفقرة أولى قدمنا معلومات قيامة يعني عن فطاع البترول مع دكتور تامر أيوب صديقي العزيز اللي أثر الفقرة بهذه المعلومات العظيمة باش مهندسة آية أبو السعود قدمنا معلومات فنية وكلها إبداع ورواع عن كيف تتمكن من تشطيب أو تعمل حالة ديكور في بيتك حتى لو كان مساحة صويرة بدأ قدم لكم مشاهدين بخلص شكراً والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة